السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا قبل ما تعمل على طول خطة نط تروح تسمع برجك بالله اسمع هالكلمتين في العيام الماضي احنا اوقفنا الكلام عن الزوايا والامور هاي ولكن في اشخاص الجوال ويعمي احنا ما بنحضر الحلقة هديك احنا بدنا في الحلقة هاي اذكرنا الزوايا فعشان هيك بدنا نرجع موضوع الزوايا فقط يعني نلمح للامور الاساسية والفعلية في مقدمة التوقعات وبعدين مندخل على التوقعات يعني على الاساس انه نرضي جميع الاطراف فيه ناس ما بدهم يحضروا حلقة مفصلة وشرحوا وتفصيل ورغي وتعليق وتعليم وهذا بدهم الاساسيات فاحنا بدنا نحط للكوهوانا الاساسيات كمان يلا بنا نمشي معكم الاخر نشوف يعني شوفت في الاخر انتو شو بتكوا تقدموا للقناة بين دعم ونشروا اللايك اذا اللايك نزل اقل من النص عادي بس بامشي معكم مثل ما بدكم اليوم توقعاتنا الى يوم الثلاثاء اثنين ايار مايو الفين وثلاثة وعشرين طبعا القمر الان موعد بث الحلقة هو موجود بالعذراء في عنا خلوم مسار مستمر لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح القمر بده ينتقل ويصير في الميزان طبعا اليوم يعتبر من الايام المميزة جدا وخصوصا من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بالامور الروحانية بكل المجالات الروحانية والغيبية حتى علوم الفلك والعلوم الاخرى القمر طبعا موجود بالعذراء زي ما حكينا ورح ينتقل للميزان معناته رح تتغير شخصيتنا من شخصية جدية وشح بالمال والانتقاد والامور اللي الها علاقة بالتقلبات حتى بالبرود العاطفي والامور الاخرى بدها تنتقل لطاقة عالية جدا في ساعات الصباح إلها علاقة بالعواطف وإلها علاقة بحياتنا الروحانية وإلها علاقة بالحب والمصالحات أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا الزوايا اللي كلها ما رح نذكرها في الحلقة هاي إحنا منذكر الزاوية اللي رح تتشكل اليوم أول حدث رح يصير معنى أنه إحنا في عنا خلو مسار خلو المسار هذا رح يبدأ من منتصف الليلي هاي اللي هي الاثنين على الثلاثاء خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 11.52 دقيقة قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش من مساء اللي هو منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6.58 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل القمر ويستقر في برج الميزان وهذا بيعني أنه الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6.58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بانتقل وبصير في برج الميزان بعد الانتقال بصير فيه عندنا اللي هي الزاوية اللي رح تتشكل وهي رح تكون فيه تمام الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ما بين اللي هي التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوته هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وعلى أفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة الداخلية لدينا برضو هاي بتعزز أمور لها علاقة بالسيطرة على الذات على المشاعر برضو ممكن أنه تعزز لدينا الحكم الصائب والمواهب الروحانية وبتدفعنا للإبداع بشكل كبير خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد لأن القمر بدأ في مراحل المقابل الآن بتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكونوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ممكن تتوسوسوا أو تشكوا أو يصير في عندكم تقلبات لها علاقة بالوضع الصحي أو حتى بأمور العمل حاولوا أنكم تجدوا الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لأي اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركائكم حاذروا من التراجع الصحي طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبل علجوا الالتباسات وسوى التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية خصمكم اليوم قوي والعرقيل ابتستفزك لأن القمر بصير مقابلك تماما فبندك تحذر وطاقتك ضعيفة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل لغاية ساعات الصباح رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك يبيج معكم بالأحباء بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة تقدر تتابع كل المسائل عندك طاقة عالية جدا تقدر تتواصل مع محيطك بشكل قوي جدا تعتبر هاي فترة ممتازة تشعر فيها بالطمعنين والراحة صحيح أن الشمس لسه ما وصلت لجميع موليد برج الثور وعطارد بيتراجع عندهم اللي بيعمل عندهم تقلبات بالمزاج وبالوضع الصحي إلا أن الأجواء بتظل مميزة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد القمر بده يصير يعني في بيت الصحة فعشان هيك بيبدأت العمل بتراكم لديكم بتكون تنتبهوا لصحتكم اليوم تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أو كثرة الأعمال الموكلة للكم بتعمل لكم نوع من أنواع الإرباك يعني ممكن تجد صعوبة حتى في إنجازها ممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إيش أنكم تحذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية الاهتمام كله على البيت وعلى العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن أو التعب وبتحاولوا تبحثوا عن ملاذ آمن الذكريات والأفكار والتقلبات بالمزاج بيسيطر عليكم خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح أهم مش إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك في نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما من ساعات الصباح وأنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك اللقاءات والاتصالات والحوارات والنقاشات حتى اليوم رح يكون عاطفي عند أغلب موليد برج الجوزاء أهم مش إنك تلطفوا الأجواء وتعدوا العلاقة لطبيعتها بتنالوا ما بترغبوا وبتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن تحلوا مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالأيام الماضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أهم شي إنكم بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء السفر والتنقلات ما بين المدن وحاولوا إنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل هذا اليوم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة جدا من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن زي ما حكينا بتكونوا حذرين لأنه في خلو مسار حاولوا إنه تنتبهوا أثناء قيادة السيارة وأثناء النقاشات ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو بتلاحق أعمالك إلا أجواء جيدة ودعمة لغاية ساعات الصباح حتى على المستوى العاطفي من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش إنكم تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنكم تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرضوا رأيكم تعتبر فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أهم مش إنكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع من الآن ولغاية ساعات الصباح حاولوا إنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ناقشوا أو ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بوضع مالي معين أهم مش إنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل بيكون في بعض الفرص أو تحسين لوضع مالي معين ولكن الشوي المتطلبات عالية جدا أما من ساعات الصباح هنا الأجواء رح تتغير بشكل كبير وطاقة عالية جدا وإنتوا من الأشخاص الأكثر استفادي خلال هذا اليوم بتنشطوا بالتنقلات بالاتصالات بالسفريات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الأحبة أو مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة والاتصالات كثيفة جدا باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا مميزين بأداءكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكارك ولكن انتبه من الانتقاد والشك والغيرة والوسواس أما من ساعات الصباح فهنا الأجواء رح تتغير تماماً فاليوم ممكن تحصل على مكسب مالي من عمل إضافي مستردات هباد دعم حل وضع مالي معين وبتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبلغوا بمصاريفكم بدكوا تكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب عليكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود بالعذراء لسه ما وصل عندكم يعني في ساعات الصباح بوصل عندكم فعشان هيك من الآن والصباح بتفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء أهم شيء أنكم تحموا نفسكم من المحتالين شوي في نقص بالأرباح والحيوية بهذه الفترة حتى على المستوى الصحي متقلب فترة محبطة جداً ومخيب الأمال مريت فيها وكانت ضاغطة بشكل كبير يعني على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي أما من ساعات الصباح هنا بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً للأسف الشديد القمر الآن بيقترب من بيت متاعبكم صحيح أنه في بعض التحركات الاجتماعية أو لقاء أو اتصالات ما بينك وبين الأصدقاء ولكن هذا الشيء شوي ممكن يسبب لكم سوت فاهم أو تخذوا على خاطركم أو تزعلوا تذايقوا من تصرف أحد الأصدقاء أو أحد المعارف بشيء إلو علاقة بمناسبة أو انتقادات أو حساسيتك بتكون زيادة بعضكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة ولكن بتكون تحذروا من الحساسية الموجودة انتبهوا أثناء تعاملكم مع الأصدقاء أهم شيء إنك تتجنب اتخاذ أي قرار حاسم من ساعات الصباح خلص القمر بنتقل وبصير في بيت متاعبك فبتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم خلال يومين وربع القادمات لا توقع على عقد ما تبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات تحاولوا تخلوا الأيام القادمة هاي فإنه بس أعمال روتينية فقط لا غير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وعلاقاتكم مع المسؤولين حاول أنك تتجنب التصرف بارتجالية لازم تفكر قبل اتخاذ القرار ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك بمعنى آخر وحافظ على سمعتك من ساعات الصباح حون القمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية فخلال هذا اليوم بتلتقوا الأصدقاء حاولوا أنك تبادروا لأملاقات الآخرين بيطمئن بالكم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه اليوم الوضع الاجتماعي هو اللي في المكاسب وإذا بدك تبادر لعمل معين لا تستسلم إذا ما زبط من أول مرة كرر المحاولة بتمشي الأمور برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات بشكل كثيف جداً وبظل هذا الأمر مستمر لغاية ساعات الصباح وخصوصاً الأمور اللي إلها علاقة مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو مع الأحبة أهم شيء أنه لأنه في خلو مسار لغاية ساعات الصباح بدكوا تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادتي السيارة بين المدن واللي عندهم امتحانات ما يعتمدوا على الحضود بدهم يركزوا بشكل جيد اليوم أو هاي ساعات بظل في عندك اندفاع وحماسة وعندك طاقة وحيوية فائضة تطمئن خواطرك وبتختفي كثير من الهواجس إلا إنه كل ما اقتربنا لساعات الصباح بنجد الأمور بترجع لما كانها فبتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم خلال هذا النهار من ساعات الصباح وما بعد على مصالحكم الاجتماعية على علاقاتكم الاجتماعية واليوم بتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أن ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم قوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع بظل هاي الفترة فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يكون على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح خففوا من النفقات اتفحصوا حساباتكم صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية بتكونوا مارنين ما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط بالرأي حاولوا يعني ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهمل لا ملف ولا قضية أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وبيكون يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن بعد موليد برج الدلو يبدأوا عمل أو دراسي جديد خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحان في ساعات النهار أو من الصباح وما بعد فاليوم هذا مميز وممكن تناقشوا بقوة وذكاء وتتجرأوا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهمش أنه ما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر وهي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وأيضا حتى لأمور السفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفي من الآن ولغاية ساعات الصباح أهمش أنك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم القمر ما زال موجود مقابلك طاقتك ضعيفة بدك تنسق بين مختلف الواجبات حافظ على غدوءك الكامل لأنه ما زالت الأجواء ضاغطة والأوضاع فيها نوع من أنواع الصعوبة أما من ساعات الصباح في القمر هنا بيوصل للبيت الثامن لا إلك فعشان هيك من ساعات الصباح بتختلف الطاقة شوي يعني بتجيك هيك طاقة إيجابية عالية شوي فبتتركز كل الأمور على الأمور المالية اليوم بتتمكنوا من إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم إشي أنه ما تهملوا صحتكم الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار وحاول أنك اليوم تركز على المكاسب المالية لأنه فيها كثير من الأشياء أو الحلول المالية فيها كثير أشياء لصالحك طبعا قبل ما ننتهي إذا عجبكم الطريقة هاي ذكر الزاوية والأمور هاي اكتبوا لي في التعليقات إذا عندكم ملاحظات معينة أو عندكم طلبات معينة اكتبوا ليها برضو بالتعليقات وما تنسوا تتفاعلوا مع القناة اللي بيسبوا عليه ما تنسوا تنزلوا تسبوا واللي بحطوا الديسلايك وأحب أذكركم في هذا الموضوع جماعة اللي بدهم يحطوا لايك طبعا يعني برضو من حب نذكرهم يعني يا الله أسموا جماعة الديسلايك اللي بيهمونا هدول الأشخاص ضيوف علينا يعني بحاولوا يحطوا اللي مش عارف إيش هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء